أخت تسأل تقول يأتي إلينا خال أبي خال أبوها هل يجوز أن نسلم عليه وأن نصافحه أو أن لا نتحجب أمامه وعندما يأتي إلينا نقبله وهو بعمر أبينا نعم طبعا هذا ما حرم عم الأم وخال الأم عم الأب وخال الأب كلهم محارم بس مو ابن عم الأم وابن عم الأب أو ابن خال الأم وابن خال الأب لا عم الأم وخالها عم الأب وخالها كلهم محارم تعرفون لماذا الأخ والأخت محارم وإن نزلوا الأخ والأخت ولدهم بناتهم أحفادهم كلهم محارم علي أخوتي وخواتي كل ولدهم وأحفادهم محارم علي هس خال ابوك , ابوك شاسع الى ابن اخته صح ؟ ابن اخته فهو اخته محرم عليا ولدها ,اللي هو ابوك او ابوك هي الاخت سائلة ابوك محرم حله ليش ابن اخته وانتهام محرم عليwać حفيدة اخته انتي حفيدة اخته الخال ابوك فكل ما تناسل من اخته محرم عليه كذلك بالنسبة لعم أبوك أو عم أمك أنتم أحفاد أخيه عم أبوك أبوك يصير ابن أخوه فأخوه وما تناسل منه كلهم محارم كلهم محارم